أخ عزيز تربطني به علاقة صداقة قوية خلال فترة بسيطة من ستوليه لمنصبه ولكن اعتز كثيرا بالفرص التي جمعتنا والحوارات الصريحة والهمة التي تناولناها والتوافق القائم فيما بين البلدين وفيما بيني وبين معالي الوزير إذا أهمية العلاقة الثنائية التي نوصفها دائما بأنها علاقة استراتيجية راسخة على أرضية صلبة من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين البلدين والشعبين العلاقات التمازج التي حدثت بين الشعبين وتواجد المواطنين اليونانيين على الأراضي المصرية في القرن الماضي وتواجد المصريين على الأراضي اليونانية حاليا واستمرار التبادل فيما بيننا على مستوى الشعبين فنعتز كثيرا بهذه العلاقات ونعمل على تنميتها معالي الوزير تشرف صباح اليوم بأن استقباله السيد الرئيس تم خلال اللقاء وخلال حديثنا المنفرد والحديث الموسع تناولنا مجمل العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها والعمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون استمرار التنسيخ السياسي على أعلى مستوى التنسيخ واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادية تنفيذ ما تم اتفاق حوله في إطار مشاريع وزيادة حجم الاستثمارات والتفاعل فيما بين قطاع الأعمال الخاص والمشروع الهام الخاص بالربط الكهربائي بين مصر واليونان ومن اليونان إلى المنظومة الأوروبية كل ذلك يؤشر إلى استمرار هذه العلاقة لتعود بالنفع المشترك على البلدين تأكيد أن مباحثاتنا أيضا وخلال الصباح اليوم وخلال مباحثات الموسعة تتراخت بشكل مذهب لتطورات الخاصة بغزة الحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة الرفض التام لنزوح الجبري من غزة والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدم تصعدها ونرى المخاطر المرتبطة بالتصعيد والأثار المرتبطة بالتصعيد وكلها أثار سلبية لها انعكاسات إقليمية وتفوق ذلك إلى انعكاسات دولية سوف نواصل تشورنا بعد المؤتمر الصحفي ومرة أخرى برحب معادي الوزير الصديق العزيز جورج في زيارته واتفقنا على أن تكون وطيرة الزيارات فيما بيننا بشكل قريب تأكيداً لأهمية التنسيق أيضاً تحدثنا عن العلاقة الثلاثية المصرية اليونانية الأبروسية وأهميتها واعتزمنا استضافة القمة القادمة للثلاث زعماء في مصر إن شاء الله يتم تحديد الموعد في أقرب فرصة لأنها أيضاً علاقة ثلاثية استراتيجية وهناك مجالات تعاون عديدة يتم متابعتها بشكل حثيث من قبل رؤساء الدول الثلاثة شكراً تفضل شكراً تفضل